السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مش عايزة أطول على حضراتكم لكن أنا بحبكم في الله جميعا بس زعلان قوي لا أخفي على حضراتكم زعلان جدا 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 زعلان من إيه؟ زعلان لما باجأ نزل فيديو ولاقي الناس تقولك بطرخي خلص عشان بقى ما تخلص والحد كده الأمور طيبة نوعا ما لكن إن حضرتك تغلط فيي أو تسيء إلي دل مش هقبله ووالله سم والله سم والله أنا ما بتعمد إطالة الفيديو أبدا إنما أنا ساعات والله وربنا علي شاهد أنا بقعد ساعات باللاثناشر ساعة بل بصل لسبعتاشر وستاشر ساعة علشان أطلع لك الهدية اللي أنا بديها لحضرتك فبحاول أعمل إيه؟ بحاول إن أنا أجمع لك كل شيء في فضل هذه الهدية عشان تمسك بيها قوي وتبقى غالية عليك ومتسبهاش زي ما حد كده تقوله الدين السبحة دي يقولك لا ده أنا أخذها من مولانا سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه فمتمسك بيها قوي طيب ده أمر الأمر الثاني بحاول أعملك تشويق وده أسلوب من أساليب الدعوة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما تنساش الأمر الثالث بحاول أجيب لك عشر اتناشر فضل للهدية علشان حضرتك مش هتعرف تحفظ زي أو ربنا مش هيمين عليك بالحفظ زي في بعض الأحيان في ناس تبقى أحسن منه إن شاء الله ولكن حضرتك لو مركز في عقلك اللي اتناشر يركز فيه اتنين تلاتة فلما تيجي تبلغ حد تاني علشان تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنور الوجه لأنك بلغت مقالتك فتبقى عارف تقوله حكتين يرغبون الحد هنا أنا بقولك وبشرح لك ليه أنا بشوأك طيب الأمر الأخير واللي ما حبش أقوله لكن خلينا أقوله حضرتك أنا ما برغمكش إن حضرتك تشوف الفيديو حضرتك إما أن تسمع في أمان وسلام وإما أن تفارقنا في هدوء وسكون لكن حتى لو أنت ما بتحبنيش أو مختلف معايا انتقد الفعل بلاش الفاعل يعني حضرتك ما ينفعش تقول لي أنت راجل رخم أنت راجل ممل أنت إنسان صفيق أو أنت إنسان سافر شكراً يا سيدي الإمام الشافعي قال لي تلميزه إنما أمرنا أن نكره الخطأ لا أن نكره المخطئ أمرنا أن نعالج المرض لا أن نقضي على المريض وترجع تزعل لما أقولك أنا مش مسمحك وعند الله تجتمع الخصوم وآخر حاجة أقول لك من غير ما تزعل مني هي الباقة ما بتخلص وإنت بتسمع وبتشاهد الفيديوهات الهافئة الكتير ما تقول ليش أنا ما بعملش علشان لو الصفحة عندي عليها مليون وخمسمائة ألف متابع ونسأل ربنا يبقوا عشر مليون فيقيناً أنا لما بشوف فيديوهات تانية زي ما بنقول كده مليانة هيأفة ومليانة الناس بتطبخ وناس بتاكل وناس بتقول لكم سفرين وناس بتقول لكم جايين وناس بتقول لكم تخيلوا إحنا جبنا مفارش وملايات وعملة عشرين مليون مشاهدة وخمساشر مليون مشاهدة من اللي بيشاهد لو حضرتك ما بتشاهدش من غير ما تزعل بس أنا بعمل إيه أنا بأخل ضميري بالرسالة اللي ربنا حملهاني على كتافي علشان كده بقولها لك بحاول أستخدم كل وسيلة متاحة إن أنا أوصل لك علشان يوم القيامة أنا مش عايز حاجة من الدنيا أنا عايز بالصقف يوم القيامة قدام ربنا فربنا سبحانه وتعالى ما يحسبنيش على علم ألجمته أو علم كتمته فرجاء أخير إما أن تشاهد في أدب ووقار وإما أن تفارقنا ولك كل التحية والتقدير والاحترام دون إساءة لأشخاصنا أو إساءة تدخل بها الحزن علينا يا أخي الكريم بارك الله فيك وحفظك وزاد منك ونفع بك ولكن احذر فإن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد واحذر في أن ما تكتبه بيدك سيكون عليك شاهد بين يدي الله سبحانه وتعالى واحذر أن حقوق الإباد لا يسامح فيها الرب العليه حتى يعفو فيها صاحب الحق وإلا فلماذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطني وقال الاستحابي اقتص مني علشان عارف أن حقوق الإباد ما فهاش مسمحة بينادي الله سبحانه وتعالى بارك الله في جميع المتابعين وفي جميع المشاهدين من أساء ومن أحسن من أدخل علينا الحزن والكآبة ومن أدخل علينا الصرور والبسمة وأسأل الله العلي القدير أن يستخدمنا ولا يستبدلنا إني أحبكم في الله بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن المتابعة وصلي لهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم